اشتركوا في القناة باب الوضوء قبل الوصل قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي وهم نصدقات الازبات روى له الجماعة قال اخبارنا مالك مالك النجم اذا ذكر الحديث مالك النجم كما قال الامام الشفائي صاحب المذهب المتبع رضي الله عنه وارضاه كان من اعظم ناسي تعظيمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هشام هشام هو هشام ابن عروة من استقاط الازبات حديثه بالمدينة اقوى من حديثه بالبصر انه اكثر عن ابيه في البصر في مقدمة فاتت علي طيب اقرأ الحديث وانا ارجع المقدمة قال عن ابيه ابوه هو عورة بن سبيل رضي الله عنه وارضاه وهو كان تقيا نقيا عابدا من الفقاء السبعة محدثا فقيها من اوثق الناس بل هو اثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وارضاه قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضاه وهي اعلى من نساء العالمين وهي من السبع المكثرين عن نبي الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل اديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيد الماء على جلده كله نعم طيب هات المقدمة قال الامام رحمه الله كتاب الغسل بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل وقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائت او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقوله جل ذكره يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائت او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا طبعا هنا نرى انه قدم بالبسملة نراه انه قدم بالبسملة والاكثر اعكس هذا الباب بعدم تقديمها وحزفة البسملة من الرواية الاصيلي عنده باب الغسل بضم العين لكن هنا اللفتة بان المال البخاري ليس بالهين المال البخاري رجل فحل من اساطين المحدثين بل هو فقيه محدث حقا وفقه قد ظهر لنا وتجلى في التبويبات بدأ الكتاب قال كتاب الغسل وكتاب فعال بمعنى مفعول ضم له الاحكام باسرية بعضها الى بعض قال بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا هنا من رواعة البيان من رواع البيان حصن الابتداء وحصن الابتداء اقتداء بالكتاب او بالسنة فالكتاب ابتدأ بالبسملة وما من صورة الا الا وتبدأ بالبسملة كما بينا ذلك على الراجح الصحيح انها فاصلة بين كل صورة وصورة وايضا البسملة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل امر الديبان لم يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر فهو اجزم لذلك بدأ بالبسملة وايضا يلفت الانتباه لامر الاخر هو اولا يحمد الله الرفعل على الانتهاء من الكتاب الذي انتهى منه ثم يبدأ بالبسملة كأنه يقول والبأ هنا لاستعانة استعين بالله الرحمن الرحيم على كتابة هذا الكتاب او على خط هذا الكتاب واستعين به ان يغذف في قلب الاخلاص ان يكون لله جل في اولا لان هنا اختران الرحمن الرحيم له لفتة عظيمة في هذا الباب بان الله يرحمه بان الله يرحمه ان تكون الكتابة لله حتى تقبل ويرحمه بان الله جل في اولا يسدد ويوفق رحمة منه فقال بسم الله استعين بالله جل في اولا والله هو اسم أسماء الله الحسن بل هو أعظم الأسماء هو الاسم الأعظم لله جل فيه على الراجح الصحيح قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسلي والغسلي كما قال ممنون قد يكون بالضم وأيضا يكون بالفتح الغسل والغسل قال كتاب الغسلي وقول الله تعالى وإن كنتم جنوبا فاتطهروا يعني سأذكر لك أحكام الغسلي ثم قال صدر الباب ليبان لك الغسل وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو لها أحد منكم من الغائط أو لمست من نساء فلم تجد ماء فتماموا صعيدا طيبة فمسحبوا جيكم وأيديكم من ما يريد الله لأيدي عليكم من حرج ولكن يريدوا ليطهركم هو أتم الآية من أجل قول الله العلا ولكن يريدوا ليطهركم فالاغتسال فيها التطهير وهي طهارة الاغتسال طهارة من رفع حدث طهارة من رفع حدث لأن الجنابة كما قال العلماء لأن الجنابة هي وصف وصف بالمكلف يمنعه من استحاب من استباحة الصلاة وصف يتلبس به المكلف يمنعه من استباحة الصلاة والجنابة عند العرب بنزول المني يكون المرء جنوبا إذا أنزل فالجنابة عند العرب هو بنزول المني لذلك أراد أن يدلل على الغسل بقول الله العلاف علاه وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم جنوبا فاتطهروا يعني عليكم بالطهارة وهي الاغتسال والغسل أو الغسل هو هو تعميم الجسد بالماء هكذا تعرفه أهل العرب يعرفون الغسل بتعميم الجسد بالماء هذا أقل لما يجزئ في مسألة الغسل وهل يشترط الدلك أم لا الملكية قالوا باشترط الدلك والمزني يرجح خولهم في هذا الباب والجماهير على أن الدلك ليس شرطا في الغسل وهذا لعله هو الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في مسجد الخيف في مؤخرة المسجد لم يصلي معه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تصلي معنا في رواية الغيره قال ألستم رجال المسلمين ألست مسلما قال يا رسول الله قمت جنوبا ولا ماء فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف أتأمم ثم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأبدله ماء فأعطاه إياه قال أفرغ هذا على جلدك ما قال له الدلك وهنا وقت إيش وقت حاجة وتأخير البيانة على وقت الحاجة لا يجوز وأيضا أوضح من ذلك ولي أن أقول أوضح من ذلك للزيادة في هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنه أرضها كانت أيضا في سئة النبي صلى الله عليه وسلم لضفر شعر شعر ليه ضوافر لشعر هذه أضاءة يعني أنا ضفر شعري طويل ولها ضفائر فهل أنقضه من أجل اقتسال من أجل تعميل الماء إلى هذه الضفائر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما يكفيك أن تحسي عليه ثلاث حسيات بالماء يعني تتأكدنا الماء مرة عليه ثم تفيد الماء على جسدك فإذا أنت قط هرتي هذه الزيادة المهمة جدا قال فإذا أنت قط هرتي ولو كان الدلك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبين عن أحكام الاجل في علاه ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا سؤال وجواب ففيه الحاجة ظاهرة فلو كان واجبا لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الغسل هنا كما قلنا أقله أقل ما يجزئ فيه تعميم الجسد الماء ولا يشترط الدلك ثم ذكر هنا طبعا هو أتى بالأصل والبدل أتى بالأصل والبدل والمقصود عنده هو الأصل والأصل هنا فيه ليطهركم وليطهركم زيادة نفل بقى للفائدة أن التيمم طهار يعني هو مطهر فالتيمم أيضا رافع للحدث وليس مبيح كما يقول الجماهير كما سيأتي قال وقوله جل ذكره سبحانه جل في علاء يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستوا من نساء فلم تردوا ماءا فتأمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا رحيما للفت في هذه الآية وتعقيب ما هي اللفتة وما التعقيب استدل بها الإمام الاخري تثنيتا على الآية الأولى طيب اللفتة هو الآن أي الآيتين أثبت في الترتيب أي الآيتين أثبت الترتيب على المفروض الآية الثانية ترتب على تكون هي الأولى لأن فيها التصريح بإيش بما بواب به الباب اللي هو كتابه الغسل فيها التصريح بالاختسال قال يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابيري سبيل حتى تغتسلوا هو قال باب الغسل كتاب الغسل صحيح أو لا؟ طيب لما قدم الأولى على الثانية مع أن الثانية لابد أن تكون على تفصيل حتى تغتسل يبقى هنا التصريح بها قد نقول لا الفقه فيما فعل البخاريين فين التفصيل؟ ما هو هذه التفصيل وهذه التفصيل؟ هذه التفصيل وهذه التفصيل ما فيه جمال بل الفقه فيما فعله البخاريين طيب كيف ذلك؟ نجيب الفقه فيما فعل البخاريين لما؟ لأنه الآن هو يحتاج هو يقال كتاب الغسل ويريد أن يأتي باللفظ الذي يثبت الغسل فاتطهروا هي فيها الغسل لأن اتفاق الأمة على قول الله على يسألونك عن المحيد قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيد فقال ولا تقربهن حتى تهرن فإذا تطهرنا اتفاقا قالوا اغتسلنا يبقى فاتطهروا اغتسلوا باتفاق باتفاق فيكون من الفقه أنه يقدم هذه الآية لزيادة التأكيد بقوله ليطاهركم والمعنى أن الاختسال يرفع الحدث عند النية للتفريق والتبيس بين العبادات وبين العادات فأكون من فقه المال البخاري هنا قال فاتطهروا ليطاهركم زيادة ليطاهركم هي التي قدمت هذه الآية على الثانية والله تعالى أعلى وأعلم لذلك قال ولا جنبا إلا عابر سبيل وهذا فيها أيضا أن الجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد قال ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر ثم أتى بالبدل هذه المقدمة التي قدمها الإمام البخاري ثم قال الإمام البخاري باب الوضوء باب الوضوء قبل الغسل باب الوضوء قبل الغسل والثانية أيضا شملت الأصل والبدل قال باب الوضوء قبل الغسل وهنا لم يثبت أيضا ما يريد باب الوضوء قبل الغسل وآتى بالحديث الذي يبين بما قاله عايش هنا لا بد أن نقول أمرا هنا قد نقول بأن البخاري رضي الله عنه يلمح ويلفت الانتباه إلى استحباب الوضوء قبل الغسل لما لما صدر الباب على أقل الإجزاء قال اكتاب الغسل وآتى بالمقدمة تثبت أنه تعميم الجسد بالماء رفع حديث وكأنه قال الوضوء بعدما بينا لك أصل الإجزاء في المقدمة فاتطهروا والتطهر معنى الاغتسال والاغتسال معنى تعميم الجسد بالماء فكأنه قال هذا أقل ما يجزئك وأفضل منه أن تقدم الوضوء على الغسل فكان الإشعار بالمقدمة ثم التبويب يدل على ما تبناه البخاري باستحباب الوضوء مع الغسل وقبل الغسل كأنه هنا إدمار باب استحباب الوضوء قبل الغسل والإشعار بذلك أنه يتبناه أنه قدم لك مقدمة تثبت لك ما يرزي وإذ بات ما يرزي في المقدمة فاتطهروا حتى تغتسلوا والاغتسال تعميم الجسد بالماء ثم قال وأقل الكمال أو قال والكمال أن تتوضع قبل الغسل ثم قال باب الوضوء قبل الغسل هو على الاستحباب على الاستحباب وليس وليس على الوجوب إذ الواجب هو تعميم الجسد بالماء وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أنه على الاستحباب قد يرد إراد وقد يقول قائل ولم تقول بذلك بل أقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيان للواجب فهو واجب فالوضوء يجب مع الغسل فكيف الرد على من يرد علينا هذا الإراد نعم نعم ممتاز يا سعيد ممتاز يا جهاد ممتاز يا جهاد ممتاز يا سعيد نعم جزيزة الجنة هذا صحيح نقول هذا الإراد مردود لأن النبي قال وأنت تفرغي على جلدك هذا ما فإذا أنت قد قد تهرتي فهذا يثبته بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على الكمال وما خرج بيانا للواجب فيكون واجبا إلى الحديث فالحديث الأول عن عائشة وحديث ممونة رضوان الله على الجميع من الصحابة الأفاضل عن عائشة رضي الله عنها أرضها زوج النبي طبعا نبت أن تقول عن عائشة ولأن هذه من الأمور الخاصة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه من الأمور الخاصة التي من الحكم في كسرة زواج النبي صلى الله عليه وسلم هذه هذه الحكمة بس حديث النبي السلام بين الناس وأخبر الناس به أزواجه فعائشة رضي الله عنه عن أرضها تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ كان إذا اغتسل هي مسألة التعايش هنا في الضمائر لما يقول لك في الماضي وينتقل بك إلى المضارع معناه أنه يريدك أن تتصور وتعيش مع الموقف وهذه كما قلت دائما العلم تصور يريدك أن تتصور وأن تعيش مع الموقف في هذا الباب قال كان إذا اغتسل بدأ فغسل يديه ثم يتوضع لما أدخلك وجعلك تتصور ابتدأ بالكلام على غير السيغة إلى المضارع قالت كان إذا اغتسل من الجنابة وطبعا في قولها إذا اغتسل من الجنابة فيها لفتفقية مهمة ما هي يا شطار ما هي يا ممتزين قريب جدا يا جهاد لا يستهل إجابك إن قريب جدا جدا سبحان الله لا لا طبعا طيب كان إذا اغتسل من الجنابة هذا فيه تقرير على أنه اغتسل لرفع الحدث لتمييز العبادة عن العادة لتمييز العبادة عن العادة قالت كان إذا اغتسل من الجنابة وهذا الغسل ليس الغسل تبردا كما قال جهاد تعبدي يعني تمييز العبادة عن العادة قالت كان إذا اغتسل من الجنابة وجنابة النبي من الجماع جنابة النبي من الجماع فيثبت أيضا من لغة العرب أن الجنابة مع النزول المني أو الجماع خلاص نعم أنت أتيت بها صحيحة جهاد بوركت قال كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه بدأ فغسل يديه هذا الغسل يعني غسل اليدين ليس ليس من الاغتسال وليس من الوضوء ليس هو من واجبات الاغتسال ولا من واجبات الوضوء وليس هذا غسل اليدين ليس يعني كغسل اليد بعد القيام من النوم لأنها عند الحاملة واجبة وعند الجمهور مستحبة لمسألة الظن والشك لكن هنا نقول هي سنة مستقلة غسل اليدين قبل الوضوء سنة مستقلة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصوات شبه إذا غسل اليدين قبل الوضوء سنة مستقلة ويستحب المرء أن يأتي بها سواء قبل الوضوء أو قبل الاقتسال قالت بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة أو قال ثم يتوضى كما يتوضى للصلاة والتوضى للصلاة جاءت بعض الروايات أنه كان يتوضى ثلاثا غسل لديه ثلاثا فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا عائشة قالت ذلك وغسل رجل ثلاثا فتوضى ثلاثا وهذا على أكمل ما يكون وضوءا ثم يتوضى وضوءه للصلاة والوضوء للصلاة بالوالبات والمستحبات مضمض على الاستنشاق وأيضا غسل الوج واليدين ومسح الرأس وغسل وغسل الوجلين لذلك قال ثم يتوضى كما يتوضى للصلاة ثم يدخل أصابعه طبعا يتوضى كما يتوضى للصلاة على الإجمال وضوء الصلاة لابد أن تقول كل الوالبات والمستحبات إلى غسل الوجلين قال ثم يدخل أصبع أصابعه في الماء بعدما يتوضى يدخل أصابعه في الماء لأنه غسل يده أولا وهذا مباب كما قلنا استحباب احتياطا أيضا فوضع أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره وهذا ليس بواجب هذا مستحب حتى يتأكد من إرواء البشرة فيأخذ الماء ويخلل بأصابيع أصول الشعر حتى يتأكد من وصول الماء إلى البشرة لإرواء البشرة ثم يصب على رأس ثلاث غرف في يده يعني هو الآن تراه يأخذ الماء ويدخل أصابيع ويخلل بأصابيع أصول الشعر حتى يتأكد من أن الماء وصل إلى البشرة وهذا على الاستحباب وليس بواجب هذا على الاستحباب وليس بواجب إلا في حالة واحدة إن كان قد لبد لبد شعره أو هناك طبق على الشعر يغلب على الظن أن الماء لا يصل إلى أصول الشعر لذلك لابد أن يخلل وجوبا أما التخليل هنا فكان استحبابا ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده ثم يفيد الماء على جلده كله المعنى أنه إذا غسل رأسه ثلاثا أمر الماء على جسده كله والاغتسال هو معناه مرور الماء على جميع أعضاء البدن هو تعميم الجسد بالماء ثم يفيد الماء على جلده كله ولم تقل ثلاثا والحق أن أيضا إفادة الماء على الجسد تكون ثلاثا إفادة الماء على الجسد تكون ثلاثا كما أنه غسل رأسه ثلاث غرف ثلاث مرات ففيها ما أراد المصنف باستحباب الوضوء قبل الاغتسال ثم أتى بحديث مهمونة وحديث مهمونة فيه كثير من المسائل إن شاء الله أجدا نتكلم عنها غدا بإذن الله لأننا قدمنا مقدمة أطارت معنا حتى نعطي حق الأحديث الأخرى الفوائد المستنبطة فضل تعدد الزوجات وهذا ظاهر جدا شوف عائشة وميمونة الآن الدلالة واضحة جدا على أنهن أحفظنا عزيزا وآسيلا وتبص المرأة هذا في الناس فعل النبي تشريع الأصد فعل النبي الاستحباب للوجوب نعم هذه الثالثة لو فيها سئلة فضلوا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقول السعيلة في الوضوء هل تكشف المرأة رأساها للمسح يعني هذا السؤال المفروض به أن يكون أمام الأجانب يعني صحيح كده المفروض يكون السؤال يعني كيف تمسح رأساها من غير ما تكشف رأسها يبقى أكيد المسألة تفضل تفضل شاب عبدالهاتي يبقى أكيد المسألة على يعني على أمام الأجانب تقصد بذلك إن كان أمام الأجانب لا تكشف عن شعرها تضع يدها تحت الخمار وتمسح كلية الرأس إلى القفى وتنتهي بأذى الباب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع زوجاته في بيت واحد هو طبعا في بيت واحد له غرف وكل وحيدة لها غرفة مستقلة بذاتها تعرفون الغرف الغرف هذه أمطار قليلة تقول هل لا يجوز على الجنوب أن يأكل حتى يتوضأ هل يجوز إيش لا يجوز للجنوب أن يأكل حتى يتوضأ ما هي بعض فوائد تعدد الزوجات لغير النبي صلى الله عليه وسلم منافع الله بكم أول شيء أول شيء أنه اتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني شيء تعبد لله بإقامة السنة المهجورة الآن بقول الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثل ثلاثة ورباع الأمر الثالث أن كسرة النساء بكسرة الرزق كسرة النساء والتعدد يفتح على المرء أبواب الرزق المغلقة التي ما كان يعلم عنها شيء إذا قال له تزوج 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 فتزوج الرابعة فصار ثريا غنيا وإن كان الحديث فيه كلام لكن استأنز به ومن ذلك أيضا كسرة الولد لأن هذه مقصد من مقاصد الشريعة قال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم يوم القيامة الأمر الرابع هي أتقن في مسألة الإعفاف وأقوى في مسألة التحصين فهذه بعض الفوائد التي تكون من تعدد الزوجات تقول عن أم سلم رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقض لغسل الجنابة وفي رواية والحيدة قال لا إنما يكثيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات نعم هذه جزال الله خير الرواية فيها على الحيدة نعم الرواية فيها على الحيدة والجنابة لذلك الحنابل هم اللي فرقوا لكن الجمول لا يفرقون الحنابل هم الذين يفرقون في هذا الباب بين الجنابة والحيدة أنا أقال بأن الجنابة لا تنقض الضفائر أما للحيد تنقض نعم تقول لو تقرمتم حفظكم الله الأختم مسدد من الأخوات الفاضلات المثابرات تعتذر إليكم عن التأخر وستنقطع فترة لظروف معينة نسألكم الدعاء لها بارك الله أسأل رب أن يحفظها وأن يسر عليها أمرها ونسأل الله للفلاة أن يجعل كل ذلك في يعني ميزان حسنتها ونسأل الله للفعلاء أن يكتب لها التزديد والتوفيق دائما ونسأل الله للفعلاء أن يستعملها لما يحبه ويرضاه عانى الله على كل خير لو استطعنا إزداء أي شيء لفعلنا تقول عند الجنوب الزوج لم يجامع زوجته ولا يأكل حتى يتوضأ الوضوء الأكبر لا لا وعليه أن يستياده إذا أرد الأكل وأنتعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا